إذا كل واحد قاعد ببيته ويخاف أن يظهر نفسه كيف يمكن أن نخرج من هذا الضعف والهوان؟ كيف لهذه الأمة أن تستأسد من جديد؟ إذا كل واحد هكذا خاتل ببيته لا أظهرن أمام الناس أنا من وراء الكواليس كيف يمكن كسر قيود الخوف، الجبن، الضعف، الهوان الذي يجرئ العدو علينا؟ كيف يمكن حين ذاك؟ ألا يحاسب المرء نفسه؟ ماذا إذا أظهرت نفسك؟ أي شيء عليك؟ الناس يتكلمون خلي يتكلمون أنت شنو مسوي حرام؟ مسوي إثم؟ أين تظهر أنت؟ بأي شكل تظهر أنت؟ أنت تظهر ثائراً رافضية ما أعظم هذا الوسام؟ ما أعظم هذا الشرف؟ ما أعظم هذا المجد؟ يقولون عني طائفي خلي يقولون عنك طائفي يقولون عنك متطرف خلي يقولون عنك متطرف يقولون عني عميل خلي يقولون عنك عميل ثم ماذا؟ وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله؟ وأوصياء أنبيائه صلوات الله عليهم؟ هكذا قال الأئمة عليهم والسلام مثل هذه الاتهامات والافتراءات تعرض لها أسلافنا أضعافاً مضاعفاً ولكنهم صمدوا ما تخوفوا من إظهار هويتهم ولا نكلوا أو ضعفوا عن مواصلة مشوارهم ومسيرتهم في الذب عن الأئمة عليهم والسلام وإظهار موالاتهم وكسر أعدائهم وإظهار باطلهم كل هذا الأمر قام به الأماجد منا عبر التاريخ لم يتراجع لابد أيها الإخوة نتخلص من هذه المشكلة حتى نتقدم هذه النفسية الجبانة أمام الأهل أمام العشيرة قد تجده ليثاً هصوراً أمام الأعداء أمام التيارات المنحرفة لكن بمجرد ما يتعرض لضغوط من أقربائه ما يستطيع المقاومة فيفشل ويسقط في الاختبار الإلهي ترجمة نانسي قنقر